السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصف قناة اليوم ان شاء الله سوف نحضر مع بعض كيك بكريمة لذيذة كيك خفيف هنا سوف نقطع معكم قطعة باش تشوفوا معايا كيف يأتي من الداخل كي يأتي صراحة لذيذ جدا جدا مع الإضاءة فتت بالكريمة يعني اللون ديالها مثل الكيك لذلك لا تظهر لكم هي موجودة في الوسط نتمنى انكم جربوا هاد الكيك فكي جلديد السهل والاهم انه بسيط إلا كنتوا اول مرة كاتذروا القناة فالمرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليسي لكم كل جديد نخليكم مع مراحل تحضير ونتمنى انكم تابعوا معي الفيديو للاخر بسم الله على بركة الله بالنسبة لمكونات الكيك سنحتاج اولا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ 120 غرام من السكر ما يعادي الكأس الا ربع بالنسبة القياس هذا الكأس فهو 150 ميلي لتر كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر وزن 8 غرام كيس من السكر بنكهة الفانيلا وزن 7 غرام ونصف ملعقتان كبار ممتلئتان جيدا من ناشا ما يعاديل تقريبا 35 غرام عندنا قبصة من الملح الدقيق عندنا 120 غرام تقريبا بالنسبة القياس بالملعقة فهي 6 ملاعق ممتلئة جيدا جيدا عندنا قشرة البرتقال اللي غادي نستعملوها كنسمة او لا نكهة للكيك هي والفانيلا فكيعطيه واحد مدق رائع هاته هم المقونات غادي نضعوا على بركة الله المراحل التحضير بسم الله اولا في ايناء غادي نوضعوا قبصة من الملح من بعد غادي نضيفوا البيض واستحسن انكم تفتحوا البيض في ايناء مستقل هكا باش تتأكدوا من سلامة ديالبيض وإلا كانت بيضة فاسدة ما تفسدش لنا كل خالد كنوضعوا بيضة ببيضة من بعد غادي نضيفوا السكر ثم غادي نضيفوا ذاك الكيس ديال السكر بنكهة الفانيلا الآن كناخدو الخلاط الكهربائي كنوضعوه على اعلى سرعة غادي نخفقو البيض والسكر حتى كالضاعف الحجم ديالو ثلاثة اضعاف هذي خطوة ضرورية ومهمة جدا ان البيض الضاعف ثلاثة اضعاف وكيولي اللون ديالو ابيض والقوام ديالو كالكريمة إذا ها هو البيض بعد ما ضاعف لنا مع السكر غادي نزولوا الآن الخلاط الكهربائي كنناخدو قشرة برتقالة غادي نحكوها في الحكاكة الجهة الرقيقة باش ما تظهرش لنا في الكيك من بعد غادي ناخدو الدقيق كين ماشتو معايا فالقياس بالكأس هو كأس ممتلئ وملي كنناخدو القياسات بالكأس فضروري انكم تضغطوا على الدقيق يعني كأس مضغوط من الدقيق يعني انتو ما توضعوا الدقيق وانتو ما تضغطوا إلا ما تضغطوش فما غاديش تكون قياسات مضبوطة وبالنسبة للقياس الناشا بالكأس فهو نصف كأس الآن غادي نحاولوا اننا نمزجوا بين دقيق الناشا وغادي نضيفوا عليهم كيس من خميرة الحلويات وغادي نخلطوا العناصر مع بعض جيدا كنرجعوا الآن الخليط لاننا وغادي نبدو في التحريك كما اشتوك نحاولوا نحركوا قشرة البرتقال مع البيض دائما ضروري تحترموا طريق التحريك من الأسفل للأعلى وبالنسبة للتحريك فما تحركوش بسرعة يعني نحركوا بسرعة منخفضة جدا كنبدو الآن بإضافة الدقيق تدريجيا مع التحريك بنفس الطريقة حتى غا نضيفوا كل كمية الدقيق الآن بعد ما ضفنا الدقيق كنجيبو الزبدة اللي يستحسن تكون بدرجة حرارة المطبخ وكندهنوا القلب جيدا كندهنوا من الأسفل وكذلك من الجوانب الآن كنناخدوا الدقيق غادي نرشوا القلب وغادي نزولوا بقايا الدقيق من بعد على بركتي الله كنوضعوا خالية الكيك في القلب من بعد ما وضعنا خالية الكيك غادي ندخلوها الآن الفرن على درجة حرارة 160 بالنسبة للمدة فكتبقى حسب الفرن أنا تقريباً غادي نوضعها مدة 35 دقيقة إلا عندكم فرن غازي فغادي ندخلوها على درجة حرارة لتكون مدخفضة طبعاً كنوضعوا النار من الأسفل حتى كنت تحمر وتنتافخ من بعد كنوضعوا النار من الأعلى وباش تحمر كذلك من الفوق والآن في انتظار أن الكيك ينضج لنا في الفرن ويتحمر غادي نمروا باشا غادي نحضروا الكريمة لأن الكريمة خصها وقت باش تبرد عندنا على بركة الله نصف لتر من الحليب ثلاثة ملاعق كبيرة ممتلئة جيداً من نشا عندنا السكر كذلك ثلاثة ملاعق ممتلئة كيس سكر بنكهة الفانيلا بيضتان ونحتاجه كذلك القشرة برتقالة مع عصير برتقالة ونحتاجه القشرة كيف سوف نستعملها في هذه الوصفة وكذلك العصير هذه المكونات سوف نمر الآن بتحضير وبالنسبة هنا واحد الملاحظة إلي حبيتوا تضيفوا نكهة واللون برتقال كي بقى لكم الاختيار يعني حبيتوا تضيفوا وضيفوا ما حبيتوش تضيفوا فالكريمة كتكون منكهة بالبرتقال بدون إضافة أي نكهة وانتو ما عملوا اللي حبيتو فكسرول كنوضعوا الحليب ونضيفوا ليه قشرة البرتقال اللي سنقشروها بهذا الشكل فنحاولوا أن ننزول فقط القشرة الخارجية هذيك القشرة اللي كتكون بيضاء حاولوا تفدوها لأنها كتكون كما عارفين فكتكون مرة حاولوا فقط تقشروا واحد طبقة رقيقة جدا وكنوضعوها في الحليب يعني كنقشروا جميع البرتقالة من بعد موضعنا القشرة غد نوضعو الحليب فوق النار ليغلي غد نخليو حتى كيوصل لدرجة الغليان من بعد على بركتي الله فإن آخر غد نحضروا تتيم ماضي الكريمة غد نوضعو بيضتان من بعد غد نضيفو لهم السكر والسكر بنكهات الفانيلا وغد نحرقو هاد العناصر مع بعض جيدا من بعد غد نضيفو النشا ضروري أن الملاعق تكون ممتلئة بهذا الشكل كما اشتوا معايا وغد نحرقو هاد الخليط جيدا حتى كتنساجم لناء العناصر مع بعضها من بعد ما حركنا الكل جيدا كنجيبو البرتقالة اللي زودنا لها القشرة غد نقسموها إلى النصف ثم غد نعصروها في العصارة اليدوية بعد ما عصرنا البرتقالة كنوضعو العصير ديالها في الخليط السابق خليط البيض والسكر والناشا غد نحركو جيدا من بعد ما غللنا الحليب فوق النار فنخليوه يغلي جيدا كما سبق لي ذكرت لكم غد نضيفوه الخليط السابق مع التحريك بسرعة باش ما يطيبش لنا ذاك البيض اللي عندنا ضروري أنكم تحركوا بسرعة غد نضيفوه كل كمية وغد نخليوها ترتاح وحد خمس دقائق من بعد ما ارتاح لنا الخليط غد ناخدو الآن مصفات وغد نففيو هاد قشرة البرتقال غد نزولوها وبنسبة لهاد الخليط اللي في الكاسترول غد نوضعوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على كريمة متماسكة من بعد غد نوضعوه الكريمة جانبا في إناء حاولوا تستعملوا إناء كبير من بعد غد نغطيوها بلاستيك غدائي وضروري تحرصوه على أن ذاك البلاستيك كيلامس لكم سطح الكريمة باش ما تكونش عندنا قشرة وغد نوضعوها في التلاجة حتى كتبرد بشكل تام الآن ها هو الكيك دينا بعد ما خرجناه من الفرن خليته حتى برد تماما تماما غد نزولوه من القالب وكي ماشتوا معايا فكنقلب الكيك يعني كنحاول نوضع الأسفل هو ليكون في الأعلى الآن غادي نحاول أنني نقطع الكيك إلى النصف غادي ناخد الخيط كما اشتوا بعد ما وضعت واحد العلامة في الجانب ديال الكيك وغادي نحاول أنني نقطع الكيك بالخيط فهالطريقة كتبقى أفضل من بعد ما قطعنا الكيك هنا يا خديت عصير برتقال يعني خديت برتقالة اللي عملت في القشرة ديالها في الأول وكنعصروها هادي نسقيه بها هاد الكيك هنسقيه القطعة اللي في الأسفل وكذلك القطعة اللي في الأعلى ومن بعد ما نسقينا الكيك نخرج الكريمة ديالنا من تلاجة هادي نحاولو أننا نحركوها جيدا من بعد على بركتي الله كنوضعو كل الكريمة في وسط الكيك وكننحاولو أننا نبسطو السطح ديال الكريمة من بعد ما نبسطوها نبسطوها نبسطو القطعة الأخرى من الكيك اللي كانت في الأسفل هي اللي نبسطو في الأعلى الآن على بركتي الله كما تشوفوا معايا بالنسبة للقلاسات اللي غدي نعمله في الأعلى هنحتاجوا ربع كيلو من شوكولاتة يعني 150 غرام وعندنا كأس إلا ربع من الحليب على بركتي الله الآن وضعت شوكولاتة فوق النار باش غدي تدوب غدي نضيف لها كمية أولى من الحليب كمية قليلة وغنستمرو في التحريك يعني ضروري استمرو في التحريك وغدي نبقى بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع التحريك حتى غدي دوب لنا الشوكولاتة بشكل تام وبعد ما قد دوب لنا الشوكولاتة فقنخليوها تغلي جيدا باش كيتبخر لنا ذاك الحليب وقنحصلو على كريمة تقيلة إذا ها هي الصلصة دياننا فخليتها أو لا خليوها تغلي جيدا باش يتبخر لكم كما سبق لي ذكرت ذاك الحليب وغدي نضيف الآن ملعقة من الزيت فمليك تكون ساخينة كي يكون هذا هو القوام ديالها ومليك تبرد يعني مليك تولي دافئة فكنا لاحظو أنها ولا تكون تماسكة أكتر إذا غدي نستمرو في التحريك هذه الصلصة حتى غتولي دافئة ما تستعملوها شو هي ساخينة يعني كنوضعو الإصبع ديالنا في الصلصة وكنحسو بها دافئة وكنستطعو تحملو درجة الحرارة ديالها من بعد هنا يا على بركتي الله فكنقضو طبعا الجوانب يبديل الكيك بالكريمة وغادي نوضعو الآن الصلصة غادي نصبوها على الوجه فإلا بنت لكم سائلة فغادي تمسك غير غادي تبرد غادي تمسك لينا إذا هنا يا كم ماشتوا معايا بعد ما وضعنا الصلصة فوضعتها في التلاجة حتى تمسكت لينا الصلصة نوضعوها فوق شبكة الصلصة اللي كتطيح في الأسفل فكنعودو نوضعوها على وجه الكيك مرة أخرى الآن أخذت الشوكولاتة العادية ضوبتها بشكل عادي ووضعتها هنا في ورق الزبدة للفيتوا بهذا الشكل وغادي نوضع خطوط بالنسبة للزين فكي بقي اختياري حسب الرغبة ديالكم إذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي للكيك ديالنا نتمنى أنه هنا الإعجابكم فكيجي كيك الديد مضاق البرتقال والشوكولاتة كيجي واحد الإنتجام رائع بالمضاقين نتمنى أنكم جربون ونتمنى يكون فيديو ليومنا الإعجابكم نتلقعوا فيديو قادم إن شاء الله أستودعكم الله للدلات لا تضيعوا دائعوا والسلام عليكم